أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي عن توفير خدمة رقمية جديدة متمثلة في دفع رسوم مواقف عبر تطبيق الهاتف الذكي درب والذي يتيح للمتعاملين استخدام الرصيد المالي المتوفر في محفظة درب الإلكترونية لدفع رسوم المواقف العامة للمركبات تهدف هذه الخطوة إلى تبسيط الإجراءات للحصول على الخدمة وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين من خلال تطوير وسيلة دفع رقمية سهلة ومرنة لتسجد رسوم المواقف السطحية الرئيسية والفرعية في الإمارة دون الحاجة لإرسال رسائل النصية القصيرة SMS والتي من شأنها توفير تكلفة الرسائل النصية القصيرة على المتعاملين وأكد المركز أنه يمكن للمتعاملين الذين يملكون حسابات في محفظة مواقف الحالية استخدام الرصيد المتبقي لديهم في المحفظة إلى حين نفاذ الرصيد كما يمكن ربط بطاقة مواقف القابلة لعادة التعبئة المفاعلة حاليا بالمحفظة الإلكترونية في تطبيق درب ترجمة نانسي قنقر